موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين جمهور المجد الحبيب اليوم الحلقة ما قبل الأخيرة من الناس والليل طبعا اليوم مطبخ بتصور بكرة لسه ما أخذنا قرار أن يكون في مطبخ ولا ما في مطبخ بكرة اليوم فيه اثنين من أحب الناس يعني لقلبي أو من الناس اللي فعلا أنا بحبهم و بحترمهم كتير كانوا معنا وهن يعني بدايتهم بتلفزيون المجد أو على قناة المجد اليوم إن شاء الله رح يكون عنا طبخ ونفخ وفضائح اليوم بدي أفضح لكم ياهم كلياتهم للشباب تبعوه تسهم اليوم إن شاء الله خلينا نرحب مع بعض مصعب الخالدي و عبدالله الغافل يا هلا فضل هلا 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 شو الزيارة لا الله 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 خلف 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 الله يسعدكم يا رب اليوم أنا واعد الجمهور إنه رح يكون طبخ ونفخ وفضائح يعني يعني خلف 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 أول شي مرة تاني برحب فيك مش عليك اليوم الوجبة بسيطة صندويش بورغر وعملتوا قبل هالمرة لعبتي يا ولد هذه سهلة هذه السادة هو أنا كان يسموني عبدالله بورغر أيوة ماشي عبدالله بورغر اليوم قابل التحدي معه بذن الله كم مرة ربحت على أنت بسلام خلف خلف في عشرة من الجمهور ممكن الهاشتاغ نخذها نا يلا نخذها عشرة يلا صوتوا عشرة نقاط وطروحوا الواحد يلا طيب خلينا 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 جمهورنا حبيبي انفعل الهاشتاغ من هلا صوتوا على الضربات كيف لمين بتصوتوا رقم واحد رقم اثنين يلي ما بيقول المعلومة أنا رح أقلكون أنه ما قال المعلومة صح بس خلينا بدايتها مش هنقوم بداية حلوة كونه برغر بنشيل هاي وبنشيل هاي حطوا البرغر لبين ما يستوي وخلينا على طول عن جد أنا مش تاقل اني اسمع أبو مزون ومش تاقل اني اسمع يا الله مين بتحبه يبدأ لعبتي عنده الكبير لا لا كبير والله اثنين هتكون كبار والله هو لكم محبة ومعزك أنا عشان لازم أسولف مع البرغر هذا يشوف وضع يلا حط حط البرغر حط طيب بسم الله شو اسمه؟ بدي تسمعني هاي الغنية اللي انا بجد بحب اني اسمعها منها اسمع ملوك تبعيت ألماس وناس ورفاس وكلاتهم ايوه ايوه هنا احسن لها بس ما حركة زيتة شيخ ايوه بس حط اللي بعد ايوه بس طيب ايوه طيب ايوه بدي تعلي برغر والله يا دكتور شكيتك لأ الله شكيتك لأ الله انه انا وريك هاتي هات يلا عم بسمع هات انتو عم تشتغل بك تسمعين ليه بدي استغل الحلقة اليوم العالم عن جد مش تاقت لكون يلا قول يا رب هاي معاك الكاميرا وعيش ها والله غالي والطلب ايش هي لي يا دكتور ما طلب تشفيت يلا عن جد بدنا نرضي اليوم انا خاطري قددا الله قريب الشهر حساس الله بعد هزت رياح المي قدير هقواتي الله اسولف وياخذني على بابك الهجاس وحتيك واسمعني يا سيد علاقاتي طموحتي تناديك بين الرجا واليأس الله امانت كمان اهلا تهمش طموحاتي الله من المفترض ما تمشي يلا معاك حراس الله حسب رأيي الشخصي وتقديري الذاتي الله الله علي الحلال انك جمار لبسوه الباس تفكر له العالمة عده بياتي الله تزين بك الفضاء يا السلامة ويكشخ بك الألماء وتزهبك بياتي ويطرب لك بياتي الله بدك جدا الله يسلم هالصوت الله يسلم هالصوت الله يسلمك ربي الله الله كني معاك أطر التراب الله له الغياب ضياتي وقتي والسؤال يا سلامة منك انتهيت الله ولا داريت إني معاك فعلا خاطيت يا سلامة أيامنا والذكريات أحلامنا والأمنيات ضعت ما أيام السنين ضعت وأنا بعدك حزين ولفدني حتى لا أتاب الصبر يطال ومليت من كثر السؤال قرب تعال لا تختفي كنك خيال ناوي تروح تعالي لملم هالجروح وبسالك للغياب الله 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 يا سلامة الصوت سلم سلم ما ترد عليه؟ أنا أرد عليه ها نبقى أطبخي أصبغ ما تقوله؟ لا يوجد شيء يطبخوا يا شيخ أنا اليوم نعيت لكم برقر جانس معكم بالله هل تقولوني مين كان معه الجوال بالقرية؟ بالله لا ترهب حق خضي كم مرة لمسك الجوال معه؟ بالله شبتي أصد ولا مرة بالله كان شاطر كان متصادق ما أكثر مين كان الشركك؟ يا رجال الحياة مين كان الشركك أكثر؟ يعني ماذا يا أستاذي؟ ماذا؟ الجوال كان بوه يا طرامر ماذا؟ موح معه نعم عبر القرى كيف الجوال الواحد؟ يا سلامة أصبغ خمس سجل يا أبو كاتب أصبغ لماذا استغلت وأجزرت عليهم يا أخي؟ والله لم أجر عليهم طالع بقيهم مثلا بأجاجة أو أكثر والله عظيم ست أشخاص بجوال واحد؟ لا أصبغ نعم 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 ثمان ثمان حالتسف إن شاء الله بركة بركة لو كل واحد مئة ريال تكتر على الناس والكلب الله يجب جوال نفسي نعم هذا أول مرة بشوف على ما يسموه؟ عشر بالتفئيذ نعم خائل خير والله يا شيخ لان خبر بعض الناس ماذا نفاد لك؟ ماذا أعطيتك قناة المجد من خلال برنامج سهم؟ نعم والله صراحة قناة المجد لها فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى ونعم تشاهد الله لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى علي أنا كشخص نعم الحاجة الثانية أنا صرحت قبل فترة قلت أن برامج الواقع مدرسة حياة نعم يعني ترى مو بس إنه برنامج رياليتي عشت رساعات وتطرى لا الموضوع أعمق أعمق من يتصور يعني فعلا والله عد الحاجات ترى صحبة والعلاقات هذه كان لها دور كبير فارغة بالبرنامج طلعت مجموعة من الشباب كبير يا الله وحمد الله الدرايح على الكاميرا تتكلم قدام الكاميرا ترى هذا شيء مو بسهل والله تطلع قدام كاميرا تتكلم يعني إعلاميا إعلاميا استفدت من ناحية المجد أن أعطاك هذا شيء استفدت ولو قالوا لي عدت تطرى ما أرحى عينها فبعا بس أدخو 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 عن جد عبد الله لو إنه ما سافترضنا اليوم المجد أعلن مثلا عن برنامج واقع ثاني هل إنه بتحب إنك تشارك فيه؟ لا واقعي بحث بحث أه؟ لا والله إنكم ما أتوقع لا يعني سنضبط الدعوة أنا بالصراحة لا يرافض الفكرة ولكن بوقته يتحدد نوع برنامج قوة برنامج نفس المجد يمكن أن أتوقع لكن يمكن أن القناة الثانية طيب بالنسبة للمجد هو شوف أنت من الأول مجد لا أعرف شيء بس إنه هو من الأول لأنني مهزين لأن هناك ناس والله شوفها ولكن لا أحد يفهم من غلط هناك ناس للموني لأنني مثلا كنت شاركت بالمنتخب وبعدين رحت لسهم كلهم بالمجد كلهم بالمجد فقالوا يعني أنت الآن خلاص أبدعت مثلا أو قدمت شيء بالبرنامج هذا ليشتر تطلع إلى الثاني كذا بعضهم يقول مثلا تحرق نفسك عدان لي ناظر ثاني لأنني دخلت الأهداف معينة بسهم لكن عالشان كذا لا أعيد نفسها ما الذي أضاف لك برنامج السهم؟ ما الذي أضاف لك؟ أضاف لك كثير يعني عبدالله الغافل إلى جمهورك ومع سهم كبير الجمهور صار في عندك قاعدة أكبر من الجمهور أكيد هل إنه مثلا المجد خلاك تمشي بخط معين يعني مثلا ما حاولت أنك تجزع عنه لن تخسر شريحة كبيرة من الجمهور جدا أنا بالعكس صراحة المجد وجمهوره وناس اللي حتها القناة أنا أحرص أصلا أني أوفر عندنا شيء هذا الأمر أني أنت بالكيانة هذا قبل أن يأتيها أصلا وهذا توقع عندنا أغلب الشعب يعني حتى نفس الشيء أنت واحد من جمهور المجد بالغب كلنا طلعنا على هذه القناة وبعدا مننا صرت عضو من أسرة المجد ما الذي تقوله اليوم لجمهور المجد الذي كان يستنى منك بعد البرنامج يكون فيه أكثر أو بالأحال ألبوم النشيد شايلات أو أنت مالك بالشايلات لا أمري ولكن أنا في حاجة أحتلت أنا أقوله وأنا معين هو رافظ ما يقوله سجل رافظ في حاجة شاهد الله سبحانه سجل واحدا للرس أني ما أزل بها ميزة جمهور المجد يعني ما يتركك هو شف هو يتابعنا في مرصات التواصل وهم كما يتفاعل معك لكنه ما زال معك أي نعم يعني شفوا يوم جينا يذكر بمزون يوم وصلنا الرياض والله العظيم الرسائل ورثونا شرفتوا أهلا بمكانكم تدري ما هي الصدمة؟ هذا الشيء يشعرك أنك جزء من هذا المجد كم صار لبرنامج السهم خالص؟ تقريبا سنة ومص سنتين ووية بعد رمضان نعم سنتين ووية نعم سنتين ووية سنتين ووية تقريبا الآن الناس تذكركم بالخير وتحبكم بالخير وتتمنى أن تشاهدكم دائما على خناة المجد هذا الذي نبيه لأنه الواحد على ما قيل مهما أبدع ومهما قدم مهما استفاد من أمور الدنيا يبقى بالأخير يبقى شيء والله يبقى لهم حتى بعد ما ماتوا أنا الصدمة اللي بقول لك أنا كلاما نزلت بس نابقيت يعني من متى تتابعوني يعني كل واحد يجاوب عن نفسه انصدمت في ناس يتابعوني من أيام المضارب مضارب هذا برنامج على المجد قابل تقريبا عجيب تقريبا 11 سنة أو 12 سنة تخيل من هكا اليوم يقول متابعين لك ولا عمري شفت حساباتهم ولا على انت قواتل ما يتفاعل معك متابعين كل صغير وكبير عنك لكن جمهور المجد جمهور شاشة والله العظيم واحد منهم يقول له والله أتابعك لي 8 سنوات صار معك شيحات سهلة انتو ولا هوات سوال يعني بعد ما طلعتوا من سهم انتو نجوم بعدك الله يسعدك لا والله أنا تعرف أنا مرة صارت معي هايش أسلم هلأ بحكي لكم ياه انه مثلا تكون مثلا بسبر ماركت ولا تكون بالطريق ويجي حدا يسلم عليك يقول لك أنا بشوفك بتابعك ايه كثير والله تصير والله كثير شو اللي خلتك هو ما في شك شعور جميل اني جيك شخص يا لا جميل ولا بطيخ يا رجال صرت واقف على الإشارة الخضرة أنا من خوف من الجمهور والله سوء السيارة وما بدي حدا يقعد يحكي لا تنفذ والله يعني يعني ترى مو بسهل شعور والله هم بسهل أيوه ومسؤولية كميرة ترى جمهور هاد ما بيخزل ترى أنت الآن أنا يا مصعب وأبد الله وعبد الوهاب وغيرا من الشباب ترى أنك تحسب لأي شيء تعمله لأنك أنت إنسان وانتمي لشبكة المجد ترى شبكة المجد مثل غيرها مثل القنوات يعني شبكة محافظة وصراحة هي تعتبر من أوائل القنوات بالإعلام المحافظة شو اللي يفرق القناة اللي يأخذ القناة هنا بالذات المجد ولا هو الله علشان عندهم أنك تطلع بالقناة هذه تعتبر نفسك قدوة بدون ما أتكلم هيا عشان هيك القنوات الثانية ربما تطلع به مجرد على قولها المقدم والناجم عندهم وصلى الله سلم تنشي لكن مقناة هذه تنسى بعد شهر شهرين تنسى يوم أنكم على البال دائما يذكرون أنا مرة بعد نهاية البرنامج في أحد الأشخاص صوار احتفالية وكذا يوم تطلع يوم تطلع يوم تطلعت بالبر سووا لي هذه احتفالية أي والله الله فجيت أنا أنا والله ما انتبهت فجيت أصور بالسناب فكان فيه مقاطع صورتها فيها إقاعات أنا والله العظيم جوالي ما كان معي كان مع أخوي وأخوي كان يصور أي يوم نزلت الإقاعات وكذا الخاص كله ما يجوز اتق الله عقب فقطة تفكر على الجمهور هذا شيء ولا تطلع يخاف عليك يا أخي هذا بالنسبة لي شيء مريح هذا بالنسبة لي شيء مريح يا أخي يا الأنسان أو الجمهور الذي يخاف عليك يا أخي من النار هو هذا اللي يحبك وأما واحدة قلبك على مزاجه هذا تطلع أحكي لك قصة عبد الله مرة صارت معها الرجال الطيب مرة أمه وأخواته البنات بعتوا له ملابس على برنامج سهل يا ملابس أخواته البنات كانوا كاتبين له ورقة عارفتني كيف أنه عارفانينه الرجال ما رح يعرف يزبط البنطلون على أيوه التنسيق هذا بريء منه هو تقول بقواته يا ولد البنطلون بباس كانوا بقوات الطواري أسود على أسود كنادر السرواب يا رجال السحاب على طرفك يا الله يا ربا تسمح لي الورقة بأيد مين وعيد بأيد محمد الفهيد يا رجال يا رجال مفضح فيه التنق هذا هو الذي مفضح فيه أنا أذكر موقف تسمح لي أنا أصلي موقف مع الشيف محمود قبل تقريبا سنة ونص جونا الشباب المنطقة عندنا تحيي الأهل المنطقة أو أمير الله يرفع قادر الله يتزاك بخير الشاهد جونا الشباب الشباب المنطقة عندنا فحد الأيام متعشينا وطرعنا الكافي أنا والشباب كلنا الوكاد الشيف ترى معنا الشيف هو فركات الجلسة هو ملح الجلسة ينكت ويضحكني ونسنع ففجأة كذا الشيف طفع ساكت مسك الجوال وساكت يا الله لا يعيد اقسم بالله العظيم الله لا يعيد يعني تعرف اللي كده كده فجأة وجهها صار مزرك وساركتي وحنا جلسين ونضحك جيت أنا طاحت عيني بعين الشيف وقلت شيف لو أباك شوي كلمش وروح ثانويا وطلعنا أسمى أسر أسمى أسر أسمى أسر شيفوش فيه سلامات أسر أكوكو حاولي بديني مين وديني سار قال والله يا أخوي صار علي حالة توفي آآ علمك بوقتا طبعا هو حاولنا يخفي عني ما علمنا حنا أنا حاولنا يخفي ما علمنا يا ما مشى لا حاول ما تملأت له ما مشى لأنه عشان تلخصم حاولت ما وش فيه وش فيه بعدين قال والله يا أخوي توفي ما أبغى أخرب جوك الله انتم من بسطوا والله العظيم والله العظيم الموقف يعني لا نصر الله سنع أن الموقف يوم بعد يوم يجد بذكرتي ماني قادر أنسى واعتبر أن هالرجل هذا له فضل كبير بعد الله على سبيل هذا الموقف موقف موسهل يعني موت الشاعر يقول يا الموت اللي كيف تهزى الصراطي هوا شوف أنا بأيديك اللحظة والله جد سبحان الله يمكن أنا بشكر رب العالمين أنه أطاني الحلم فيي والصبر أنه أهل المنطقة كلهم فرحانين فيكم وبضيافة الإمارة وكذا وكان آخر يوم يعني يعني أنه نعود بعد مننا يوم أنه مدلوين كان فيه رحلة كان فيه ترتيب الدومة أيوة وبعد مننا نسافر وجيت عام لك أنه بدي سافر لازم سافر اليوم لازم سافر اليوم وقال له والله حتى كنت إلك ما بدي إلك والله الله يرحمه ويغفره لا تعدوا لا تسمعني شيء لا تزعتني مزاجة أنا هذا على أحد أن يقول الموقف في كل مكان الله يسهل يزيد الموقف قوة أنه ما علمنا يا الرابع نحن نمعوا في الجلسة فعلا لحظنا الشيف تغير ها عليه كتم تعرفون أنهم ما شاء الله الشيف ما يحتاج أن أعلمكم أيو الله وقال مليون عندهم فجأة قلب الرجال كتم يا دكتور الحياة علمتني العلم يا ولد علمنا قال لا لا يوجد شيء لكنني تعبان مشى ولا علمنا يوم وصل الرياض قال أنا مصعب قال أن الله متوفي يا أخو الله يرحم الله يرحم يا قلبي طالت قسوتك وانت لين جاهز تنضي شافح في قسوتك يا قلب وش انت لقي اللي تعدى عمر ما هو بهين والعالم الله كم من العمر باقي الله يمكن يموت ويمكن اليوم عين متي ويبكون الحباين فراقي وش عاد أسوي وسط قبري وزين لجفت عروق وعيون سواقي لجفت عروق وعيون سواقي لجفت عروق فرصا أشان تحيي يا سلام ولعادي مهزفرا وفك اختناقي بطر وكل اللي كتمتهبين وأنا على هالحال ميس وباقي وأنا على هالحال ميس وباقي الله الله يسلم الصوت سلم صوتك سلم صوتك ونحمق ماذا أخبار القرشي الله يسعب بحك بس؟ إنساء الله العظيم إني الله يسعدك الله يزل الله يرحمه إن شاء الله دعونا نحكي عن القرشي نأخذ فيه حسنات سمعت أنه عندما تتخرج أبو طلع رشاش وصاري أوس لماذا يؤوس فرحان فيه؟ لا يا أجدب يحاول أن يصيدك ولكن لا يحفظ لكنه لم يتخرج بالشرقية كان ناجح قبل التخرج بدأ أوصه ولكن لا أعرف بالشرقية أنا ولد طائحة الأرض أحر تقل فوقه ماذا يغفظ لا يكفي فاضحنا بالطائف تفضحنا بالشرقية شعور أحلى تحية لعمر القرشي من الحبايب عموري تحياتي وأشواقي والله كانت خطة أننا نطلع أمه ولكن الآن صارت فيه تغيير بالخطة ترى من نعم الله سبحانه وتعالى الصحبة الصالحة الله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغداية والعشر ترى الصحبة الصالحة يهزم المغنب ومكسب كبير فعمر والمهند وعبد الوهاب وصهيب وصهيب والرس خلناه بالشقة جالس حاله أحسن ما معنى يقول حاولها أنا طلعت ببرنامج قبل أطع مرة ثانية من أطيب الناس حبيب عبد الوهاب من أطيب الناس حوبي اشتقت إليك يا قلبي يا عمري انت بهل نفسك تكفى وطف مكيف بعد حي أكثر وعبد الوهاب تريني شغل مكيف تعرفوا مرة شو عمل فيني عبد الوهاب؟ مرة جمهوره لعبد الوهاب كان باعت له هدايا على البرنامج وتبعوت الانتاج قال له ممنوع قال الممنوع ممنوع أنا كنت جاي على القناة ونستعمل داخل من الباب ويجي لعندي تكفى أشرف بدي منك خدمة قال له أب شرب أعزك قال لي بس جابوا لي صندوق وحطي لي يا جوا بس بدي فوت شوفه وتعرفوا مين مانعك يعني ما في حدا جوا وتأخذت من إيضا وفتح طلعت أنا شو؟ نازع القوانين وأنت هكرت هذا البرنامج عملت آخر البرنامج كان الوضع متوتر جوا تروي أدري هو خبيث يا أبي أيوه تدري ليه؟ قلت له والله لو أرجيك عشان أمصدوه بجواء هو كمان صعدوه بالجواء يميخذ الجوال ما بعرف شي شغلتك كان أبو كاتب أنت قاعد بالبرنامج قال النملة ما بتفوت من الباب على فكرة صح وهو فيها اللي عم تفوت من بين رجليك انت علشان تذكر تذكر إما تجيونا البديقاردات ينفذونا أيوه كان الجوال الله يكرمك بالكندرة عنده وما شافوه ما شافوه حاطينه تحت ساب عليك يا مكاتب شايلين الجلد اللي فوق كندرة معاذ والله تبارك الرحمن تقول يا ولد دينا ما هي كندرة وظاهر وزنة كندرة واحدة خمسة كيلو يا ولد حطيناه قلنا هذه معاذ انت من تلابسه ولو لبسته ما تقدر تمشي إن شاء الله نرفع هذا نحطه تحت الجلدر والله يوم دخل على الغربة وينفشون الفرش والدنيا بس على فكرة انت قلبك عبّة والله بس عشان يعني حقاقا للحق نعم إنه أن الجوال يعني كنت أعطيها أنا الشباب اللي يعني يكلمونها لهم أحد يكلم أمه أحد يعني يأخذ علوم أهله أحد عنده ظرف تعرف القناة أحيانا يكونوا معهم موجودين يكونوا النومة الإعداد نعم نعم هذا الهدف كم مرة هربت من القرية؟ لا شوف ما في كذبها لا أقول شيف ما نكتفي بالجوال يا شيخ خلينا خلينا اليوم نفتحي خلاص والله يا رجال شوف ياسر عباس وخلاص اتجواز هلا ما عدي استراجي هيا شوف بس يوم سلمنا من ياسر نعم والله والله واجد أصد أنا الشيخ مشعل كلمات ويشنا مشانا يا خوي يا خوي كم شانا في كتشاب ومايونيز بس هلو بس أنا ما عادر الشباب يأكلوا مايونيز انت انت عميلي كأنه انت بدك تأكل انت شو ما عملت والله شو ما عملت رحمة انا عمود على كتشاب اعود انا عمود ماشي يا كتشاب قول بس كمل اقول لك كانت النية اول مرة مدري انه قلتها قبل او لا يوم اول هروب لي انا ومشعل طلعنا طلعنا نجيب السيارة قلت انا سيارتي عند اخوه ابرح ومشعل كان يعطي انطباع انه هو البريء ايه ايه اذا جاء بلبث بسم الله تقول لك ماذا المؤدب ما شاء الله عليه هو جني يا ولد طيب ونعي في العبدالي نعي في العبدالي نعي في العبدالي العقل المدبر بس انت عارف اني ساكر كذا هو المخ وانتو العضلات عارف بابروس كوبار تاكب الزاوية كذا يخطي يعطينا الحدثيات والشلة لكن انا اكتفي بهذا القدر يا شيخ ربما ميني اللي انا عن جدي كنا له كل محبة واحترام هن اكتر من شخص ابقاء زاكرتي عبدالعزيز الاذيب ايه اه هذا من الناس يناس الناس بحبا اتصدك عبدالعزيز ومين التاني عبدالعزيز يضربوا كاميرا تلكروه ايه ايه ما كنت عنده همانا وشفتها بعد ما اظهر شوفناها شوفناها اذا راضت شوفتها لانا شوفتها فوق السطح وكمان يوسف يوسف سعودي يوسف سعودي كمان اتجوز وان شاء الله يا رب كمان يعني على رمضان اللي جاي نشوف سعودي الصغير نافرح بس لا تعلموا العصير اللي كنت تسويه تتذكر عصير المريسة قصدك او جريشة ليك مو عصير الله يوفقك ويكتب لك الخير شوفي كمان عنكم اخبار عن سهم والله هصد مشتاقي يمكن من اكثر الفقرات التي كانت فيها تلويه عن نفس المطلق ايوالله نجي استمتع لا افوقها تشوف كرام الجمهور عنكم الناس عظيق نفل العالم ما هذا خلان اللي قلتك بالسيارة لازم تحترم نفسك وما تساوي اي شيء غلط جمهور صعب الله اكيد لك الاشارة من بعيد شعلت خضرة وماشي يا رجال انا وقفهم ترجع تشعل الصفرة هذا صراحة مؤشر ايجابي وانه مؤشر ايجابي ساولي سامرقع جمهور المجيد مؤشر ايجابي والله يا دكتور لو تدري بكمية الاجر اللي كسبته هنا شوف رغم من ميع جوال انا واني اصيد اخبار وهذا بس يا اخي الفقر لها كلام ثاني هناك ناس يجب ان يذكرهم بالخير وعلى رأسهم محمد العبد الرحمن الله يوفق لك ما اسمه هادث صالح يوسف العاضي يوسف الهاجري ونعم هناك ناس فعلا يوسف الهاجري كان يجيب بنا ايس كريم كانت الله يطول بعمره والدته تمتبعت كارتون ايس كريم يجيب بنا على الكنترول يطعمين ايس كريم ايس كريم ما حصلنا شيء احلى كحية وفي عندك انا بسميه فعلا مبدع ومجنون وصاحب قلب طيب وفنان بكل ما تعني الكلمة ياسد عباس ونعم عنجد ميفي كمان وعنجد ما ننسى حدا والله تبتابلش اذا تبتعد كل واحد عندكم بك بكيل 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 زيادة ايه بكيل حال الدعوة حالة بكيل بكيل مرة جاب لي بيكو والله اشتقناه لنروح بحرين ان شاء الله نمر عمر ونطلع على السيارة بكيل مرة جاب فهذا الحلال بحريني انا ما بعرف هاي وراح حطلي معلقة كبيرة وقابل لزعت بسقف حالي ضليت الاخر البرنامج ما بعرف احكي الهزعان ما عم تنزل والله خير والله بيكو يلا باقي لكون باقي لكون عشرين ثانية ها مين بده جيبوا لنا الشباب خليهم يدوقوا خليوا شوفوا مهارة اهل السهم الله العظيم شوفوا الشغل هاذ تربية الشيف يلا يا شباب يا شباب أبرجياء تعالوا شوف تربية الشيف يا حبيبي تعالوا شوفوا يا شباب تعلموا هاذ تربية الشيف يا حبيبي سعد الخنفري سعد من أطيب وأجمل الناس اللي والله يا حظ نبوه كهروف عازم كهروف حلو يا سعد انا من ايدي من ايدي يا شباب يا الله يا حبيبي يلا وين ابو مبارك والله يقول لهم سلاح كينا يا رسول ها سلمهم سلام عليكم اهلا اهلا ما بيصدق الصحون هذا الناقض الكبير وين العصب راسه شوف 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 الانهاء آلاء ألعب يا مدير يلا مع انا عشر ثواني مش عنيني الشوسمو تقييم سرعة تقييم انا مال عقد تعدى الغافل ما نبضيق ما نبضيق قالوا لي انه صحيح لا تقولوا مين شايف ايه انا ابا صرح شيء عن ابو البراء هاكلا شوف 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 نوفيق ب نوفيق جمهورنا الكريم دقيقين بس خلينا نطلع فاصل ومنرجع للكوف فاصل ومنرجع للكوف هاي بعدين نكملها هاي 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 نوفي نكملها الفائز اليوم لا 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 مصعب وعبد الله متعادلين لا 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 مصعبين لا لا هاي ما عرفي أطبخ هاي المصعب هو والله مصعب صح والله مصعب أطبخ